لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين ومتابعين ازايكم عمين ايه يارب اكونوا بخير من قلب الهند ومن انظف واغلى الاخشاب في العالم النهاردة بنتكلم عن شجرة من الاشجار المهمة جدا واللي على فكرة مش مختصر وجودة في الهند ولكن هي من الاصل والاساس هي جاية من الهند ولكن هي منتشرة في معظم دول العالم وبالتحديد الدول اللي مناخها مقارب الى مناخ الهند وموجودة عندنا في مصر من زمان جدا ومن ايام الفرعنة كمان يا صديقي ولكن خلينا النهاردة نتكلم عن شجرة هي الاغلى في اسعار الاخشاب في جمهورية مصر العربية بسعر طن يتراوح من 3500 الى 4500 جنيه وحاليا وصل ل5000 جنيه سعره بيقرب كل مادة لسعر اشجار المهجني الافريقي ما تنساش قبل نبدأ الفيديو بتاعنا ونتكلم اكتر عن الشجرة الموجودة معنا النهاردة بنعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة لو لسه ما اشتركتش عشان عايزين نوصل الفيديو ده لمتيل لايك يا صديقي ويلا بينا نبدأ يلا بينا طبعا من المنظر اللي انت شايفه قدامك ممكن تقول بتكلمة الخشب الورد ولكن هو بنعم خشب الورد يا صديقي او ممكن نقول ايه اخوز زغير الشجرة اللي معنا النهاردة هي شجرة السرسوة شجرة الساسام او الششام او السرسوة واحدة من الاشجار الجميلة جدا والتي تنتشر في جمهورة مصر العربية وبالتحديد في الوجه الايبلي من جمهورة مصر العربية من اول المينياس وهاج انا اسيوت وليه حد لقصر واصوان وحلاب وشلاتين موجودة في المناطق الرطبة وجزالك في المناطق اللي فيها ميا بكسرة وحوالين الامهار والترع والمصارف كانت موجودة ولكن للأسف تقطعت مع الشجر اللي بتقطع حاليا علشان كده بقى سعرها غالي جدا سعر السرسوة وصل في مصر حاليا بسعر يبدأ من اول 3500 جنيه لحد 5500 جنيه شجرة السرسوة من الاشجار الممتازة جدا سريعة النمو الى حد ما ولكن بطيقة في انتاج الاخشاب وفي التكوين الخشب علشان كده سعرها غالي ايه اللي خل السرسوة غالي بالشكل دوت لان زي ملتلك هو بنعم خشب الورد تركيب خشب السرسوع بيخليه من الاخشاب القيمة جدا اللي بيكون قلبها لونه احمر وبيبطلع بره على الاشرة كده بيبقى لونه داكن وإحنا النهاردة هنتكلم في تعريف عام وسريع ومختصر عن شجرة السرسوع وهنتكلم بعد كده ان شاء الله بإذن الله معاكم واحدة واحدة وفيديو فيديو نعرفكم ازاي نزل عشجار السرسوع وإيه خططنا لإكثاره وجذلك السوق بتاعه هعمل ازاي بس ما تنساش طبعا قبل كل دوت تعمل لنا لايك للفيديو وتسيب لنا استفسارك تحت في الكومنتات علشان نتكلم مع بعض اكتر واكتر وخلينا نتكلم ونقول شوية المعلومات العامة عن شجرة السرسوع البوطن الاصلي لأشجار السرسوع او السسام جاي من صفوح جبال الهمالية في شمال الهند والهند بتعتبر ان هو الشجرة الرسمية للهند لان هي من اكثر الاشجار اللي مزروعة هناك وبايزرعوها في الشوارع وفي المنتزهات وفي الحضائق وحوالين الترع والمصارف وحوالين حتى مزارع الشاي ومزارع الارض عندهم علشان تعمل ضلة وكذلك يبقى لها استخدام خشبي وثروة بعد كده ان شاء الله ومنتشر فيه اماكن كتيرة في اسيا ومعظم الاماكن بنتشر فيها زراعة شجر السرسوع او الساسام المناطة الاستوائية والشبه استوائية زي ما قلنا في الاول وتم تسجيله من في العديد من بلدان قرد افراقيا ومنتشر في افراقيا زي ما موجود عندنا في مصر وفي السودان وفي الكنغو واسيوبيا والعديد من البلدان المختلفة في افراقيا وكذلك الامريكتين زي ما بيقولوا ويطلق عليه ايضا خشب الورد الهندي لان هو ابن عم الخشب الورد بالزبط نفس الشكل ونفس كل حاجة حتى نفس منظر الشجرة اللي يشوف دي ويشوف دي ما يعرفش يفرق منهم وفي ناس كتيرة هنا في مصر بيتبيع السرسوع على اساس ان هو خشب الورد يعني سعر شتلة السرسوع يعني مش غالي قوي لكن في ناس بتخلط ما بين شجرة السرسوع وكذلك شجرة خشب الورد فييجي يقولك شجرة خشب الورد الشتلة ب350 جنيه وبرمائة 150 جنيه وهي اصلا في الاصل سرسوع انا لاقلل منقمة السرسوع مطلقا ولكن انا ضد ان اخلط ما بين الاتنين وبيه حاجة بسعر حاجة تانية ده منظر البزرع بتاع السرسوع وطبعا هي موجودة في مصر ولكن مش منتشرة بشكل كبير وكذلك حتى الانباد بتاعها رخم واحنا شغالين عليها باكثر من طريقة بحيث ان احنا ان شاء الله نوفرها كبزور وكذلك كشتلات المنظر قدامكم ده شكل ورق السرسوع وهو هو نفس شكل خشب الورق بتاع خشب الورد ولكن بتلاقي السن اللي فوق اللي في الورق ده مقور شوية بسيطة شجرة السرسوع شجرة يعني مش هنقول ان هي مستديمة الخضرة ولن هي متسقطة شجرة نفضية متوسطة الحجم بيوصل ارتفاحها في بعض الاوقات لاكتر من تلاتين متر يعني هي متوسطة من خمستاشر للتلاتين ده شكل الورقة هوت وشكل الزهرة وكذلك شجرة السرسوع الساق بتاعها بيكون ملتوي يعني ما بطلعش بشكل مستقيم هي دي مشكلة في الشجرة نفسها ولكن يحبب نشتغل عليها بعملات التربية والتقليم المستمرة علشان نقدر نطلع الساق بتاعها ساق مستقيم مفيش فيه الالتواء ده وده منظر الاوراق في الشتلات المتاحة عندنا ان شاء الله بإذن الله واللي هتلاقوها بإذن واحد احد نازلة معنا في معرض ظهور الربيع القادم ان شاء الله بإذن الله وكذلك الشتلات موجودة بالحجز المبكر والبزور ان شاء الله بإذن الله جاري توفرها قطر الساق لشجرة السرسوع بيصل من 80 الى 100 سنتي يعني من 80 سنتي لمتر ده القطر بتاعها والخشب او الساق اللوحاء بتاعه لونه من الرماضي الى البني وخشن وكذلك زي ما قلنا ان الساق ما بيطلعش بشكل مستقيم والشجرة التاج بتاعها كبير غير منتظم والاوراق بتاعاتها زي ما انتم شايفينها قدامها ترقم بنفس الشكل دوت شجرة السرسوع من الاشجار الهمة جدا واللي الاستثمار فيها بيجعلها ان هي فيها لقم تعيش زي ما بنقول كويسة جدا ولكن برضو زيها زي بقية الاشجار الخشبية لا يعيبها غير ان هي استثمار طويل المدى خشب السرسوع من اكثر الاخشاب انتشارا في جمهورية مصر العربية اللي ساره غالي جدا علشان مش متوفر بكميات كبيرة بيتم استخدامه في اعمال النحت وفي فن النجار زي ما احنا شايفين مع بعض في الفيديو دوت بيعملوا منه المعالق والحاجات التحف الفنية والحاجات الخفيفة ديت علشان دي اسعارها غالية جدا على فكرة فلان خشب السرسوع مش موجود بقصرة كذلك خشب الورد يعني انت لو فاكر ان خشب الورد بيتباع بيخش في اعمال النجارة والكلام ده كله لا خشب الورد والسرسوع من الاشجار المحرم دولية وانقطعها والتجارة فيها لان الاعداد اللي موجودة منها اعداد قليلة جدا وهو ده الفكرة ان سهره غالي وكمان عندنا في جنوب مصر بيشتهروا جدا بزرعته هو حاليا بدأ قليل جدا من وجوده عشان القطع الجار للاشجار اللي بيحصل في جمهورية مصر العربية بشكل عشوائي ولكن اللي لسه موجود منه وبينقطع بيحتاج الى وقت طويل علشان يتجفف بيخد لحوالي 3 سنين وكل الاعوامل دي اللي بتخلي سعر الخشب بتاع السرسوع يغلى كل مادة ان عدم توفر الاشجار وكذلك طول فترة التكفيف وطول فترة الانتاج بيخلي سعر الخشب غالي زي ما انتم شايفين في الفيديو ده الخشب السرسوع بيخضوه في اعمال الفن والنحت على الاخشاب علشان هو خشب قوي وصلبي وتحمل اعمال الامنجارة وكذلك الناحت والتشكيل وبيروح عاملين منه الحاجات دي والحاجات دي بتتباعها بارقام كبيرة جدا على فكرة والميزة فيه الخشب بتاعه التعريقات اللي موجودة في الشكل اللي قدام حضراتكم دوت الالوان وتدرج الالوان من اول قلب الشجرة او من قلب الصاق لحد سطح الصاق بيخلي الخشب غالي كل دي عوامل بتؤهل شجرة السرسوع ان هي تبقى استثمار جيد جدا فهل ممكن ان انا استخدم شجرة السرسوع ودخلها معي في المنظومة بتاعتي ان انا اعمل منها مصدات رياح طيب هل هي بتتحمل الملوحة طب دورة الانتاج والقطع فيه معلومات كتيرة احنا لسه هنتكلم عنها ان شاء الله باذن الله في الفيديوهات الجاية ولكن احنا حبينا مع بعض في الفيديو دوت اوضح ليكم يعني شجرة السرسوع واتكلم معاكم في معلومات عامة عنها واخيرا وليس اخيرا انتظروا بقى الفيديوهات ان شاء الله باذن الله كلام كتير هنتكلم فيها عن شجرة السرسوع بس ما تنسوش تعملونا لايك للفيديو وللسه مشتركش في القناة ياريد يا جماعة نشترك هتلاقوا تحت رقم التلفون موجود في صندوق الوصف وكمان سابونا تعليقاتكم ان شاء الله هنرد عليها كل واحد هنرد على تعليق وتحياتي ليكم محمود حمدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى